في الختام كانت الثورة تلاشى الأمل وتحول البلد إلى مرتع خصب لإنتاج الإرهاب والبطالة والاستبداد السياسي ظن صالح أن الدولة ومؤسساتها باتت مجرد شبكة خدمات تحفظ سلطته وتهيئ له ابنه خلفا من بعده أتقن صالح كل ألاعبه وصفى خصومه مارس التضليل بثقة وتلعب بالجميع ستبدأ السك الحديد من المهرة أخفقت محاولات النخب في إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي طغى صالح وتحكم الفساد العائلي والطبقي في مفاصل الاقتصاد اليمني والدولة وترهلت الأحزاب وفقد الناس الأمل فكانت الثورة كانت احتجاجات الشارع الجنوبي ومطالبه قد دخلت مربع الصراع المر للسنة الخامسة في مواجهة القوى المحتكرة للسلطة والثروة كان الشارع الجنوبي في أوج الغليان نتيجة التجريف الحاد والممنهج من سلطة صنعاء للجنوب والشمال معا في صعدة كان صالح يخوض معركته السادسة وكانت معارك صعدة تتراوح بين النصر والخسارة بحسب شروط لعبته هو بدت لعبة الإرهاب الورقة الرابحة في إدارة ملف الحكم أمام اليمنيين والعالم وبدأ أن البلد يوشك على السقوط في دائرة العنف والإرهاب فكان فبراير في تلك اللحظة التي شعر فيها النظام الحاكم أنه بات محصنا وعصيا على الاختراق تقاطر الناس كالجداول إلى مصب نهر الحرية العظيم ليشكلوا ذلك الزخم الحي والباعث في روح البلاد اندفع الناس إلى الشوارع باحثين عن الخلاص في مشهد غير متوقع محاولة لخلق أمل جديد في العيش والديمقراطية والخلاص من النخبة المتحكمة شهدت الساحات والشوارع في مدن اليمن الكبرى أملا جديدا بالتغيير هتفوا بالسلمية ولها لم تكن استجابة عفوية لنداء الربيع العربي الذي تخلق في تونس ومصر بقدر ما كان نداء للحرية وحاجة فرضها الغليان الشعبي المتراكم في صنعاء كانت طلاب أول لابنة في مدماك الثورة وفي تعز تكونت أول ساحات الثورة ونصبت أولى خيامها كانت ثورة فبراير قدرا محتوما في المسيرة التاريخية اليمنية سرعان ماذا بالحراك الجنوبي والأحزاب السياسية والقبائل وأطياف المجتمع المدني في ثورة اتسعت للجميع تحت مناخ الحرية وطعمها العذب امتدت الثورة على خارطة الوطن لتنهي عهد صالح وثلاثة وثلاثين عاما من الفساد ثورة فبراير السلمية كانت ولا تزال أعظم حدث في تاريخ اليمن الحديث تلك اللحظة التي هتف فيها الشباب إذا الشعب يوما أراد الحياة ورددت البلاد بأسرها بعدهم فلابد للقيض أن ينكسر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر